حضر وزير الخارجية السيني واي الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى الحضارات العريقة في العاصمة اليونانية أثناء يوم أمس الاثنين خلال لقاء الصحفيين لخص وان ثلاثة توافقات هامة للمنتدى هي السلام والتسامح والتعاون قال واي إن السين تدعم عقد منتدى الحضارات العريقة نظرا لما له من دور مهم في ظل البيئة الدولية غير مستقرة التي تجعل الشعوب في حاجة ملحة للتغذي على تلك الحضارات والاستلها من التراث الحضاري الممتاز والتقاليد الثقافية لصياغة الحكم والبرامج لحل المشاكل الحالية واضف وانهي أنه على الرغم من أن هذا المنتدى ليس إلا بداية فقط لكنه تمكن من تشكيل ثلاثة توافقات هامة وهي وفق مع أولا السلامة حيث قال إن الحضارات العريقة شهدت ازدهار وانحطاط الإمبراطوريات والسلالات منذ آلاف السنين وعرفت الحروب والفقر وعدم الاستقرار وانتهت في نهاية المطاف إلى فهم أهمية السلام بشكل أفضل بالتالي وفق ما فإن الحفاظ على السلام هو مسؤولية مجتركة للمجتمع الدولي وينبغي الالتزام بحل النزاعات الإقليمية بالوسائل السلمية دون اللجوء إلى القوة وتجنب المزيد من الحروب ثانيا التسمح فاختلاف البلدان جعل لكل حضارة خصائصها الفريدة وهذا الاختلاف والتفرد شكل عملية تنمية الحضارات البشرية الرائعة حيث تشكل عقل الأمم عبر تعلم التمتع بالاختلافات والبحث عن الانسجام وهنا قال ويئن الحضارات المختلفة متساوية ويجب التحلي المتبدل بقيم التسامح للتقدم معا ثالثا التعاون فلكل بلد تاريخ مجيدة لكنه في الوقت نفسه بحاجة إلى فتح مستقبل أفضل وحسب عوان فإن كل البلدان تشترك في نفس الهدف الرامل تحسين معيشة الشعب وإنعاش الاقتصاد وتحقيق النهضة وهو وفقهما يستدعي ضرورة تعديس جميع الأطراف للتعاون متبادل المنفعة وتحقيق الرخاء المشتركة